بعد إعلان دائرة الطب العدلي دفن خمسين جثة مجهولة الهوية خلال شهر كانون الثاني الجاري عدت قضية المغيبين إلى الواجهة من جديد حيث أبدى ذو المفقودين والمغيبين قصرا بخاوفهم من أن تكون هذه الجثة تابعة لأبنائهم هذه الصور هم موجودين وقد ما حررواهم الجيش من الدواج يعني هذه صورة واضحة وقوات الأمنية يعني يم ويقف يم ولدي هذا ابني واضح حل واضح هذا ولدي وهون ابن عمه موجود واضحين بس وين مصير مويصف صاوه مع النعوف وما خلينا مكان ما خليته أحد يعني ماكو أي وحد ما ينطين أي نتيجة ولدنا ضاعف مطالب تجددت للكشف عن مصير المغيبين منذ أكثر من أربع إلى خمس سنوات في المحافظات المحررة فذوهم يريدون معرفة مصير أبنائهم إذا كانوا أحياء أو أموت ولكن هذه المطالب غالبا ما تقابل بصمت حكومي وردة فعل بعيدة عن جدية لا أريد فلوس ولا أريد تعويض أسع من نسبة لي أنا حتى تعويض ما أريد أريد بس ابني يرجع على أطفاله مهما مرت الأيام والسنين إلا أن قضية المغيبين ستبقى على رأس أولويات أهل المناطق المحررة ومطلبهم الأساسي الذي لا يستغنون عنه قضية تركت غصة في نفوس الأهالي وبانتظار حل طال أمده ووعده